امام واحد في بعض التحركات بتاح سأنا كلمت مبارح على امام عشور تمام؟ كلمت عليه مبارح كلمت عليه باستفادة وقبل كده كنت الحمد لله كنا تكلمنا عليه في الاول خالص اول ما ابتدت بوادر الكلام عن امام عشور وانه هو هي وانا كمان كلمت على عقلية امام عشور انه هو كان مفروض يكمل لكن خلاص هو رجل واضح انه هو اخد قرار ومختار نادي بعينه نادي الاهلي هو وجهة امام عشور الفترة القادمة فقط بعض الامور الخاصة بتفاصيل معينة سواء بقى اتفاقات مادية او اتفاقات خاصة بالاعتذار اللي انا اتكلمت عليه مبارح في الوقت اللي امام عشور ممكن كان عمل بعض يعني كان فيه مشكلة مع جمهور النادي الاهلي وانه هو هيقدم اعتذار وده شرط موجود وهنشوف الاعمل القادمة ايه اللي هيحصل لكن خلاص اقتراب بشكل كبير لصفقة امام عشور انها تتم في الايام القادمة واحنا عارفين بقى خلاص انت بنهاية الموسم بينتهي الاندية كبيرة بتبقى مخلصة اصلا صفقات مخلصة اصلا اللعيبة اللي محتاجاها فقط بتبقى مفوضات مع الاندية مفوضات مع اللاعب نفسه على المجانب المادي لكن بيبقى كل الاتفاقات موجودة واللعيب اللي بقى محتاجه خلاص هم اكتم اختيار وبالتالي في بعض الامور بتحدث داخل النادي الاهلي وكلام عن رحيل بعض اللاعبين وبقاء بعض اللاعبين منهم ديانج بعد رحيل الحمد فتح الحقيقة البديل الامثل وشايفه انا من وجهة نظري الاقوى لو موجود امام عشور هيفرق كتير او مع نادي الاهلي هيفرق كتير جدا لان اسلوبه مختلف عنده يعني مهارة ان هو يلعب بيمينه وبشماله ويلعب في كذا مكان عنده روح بالتالي هيبقى الافضل لسد مكان حمد فتح ويمكن كمان تبقى اموك كتير يفيد ان ادي الاف في مراكز مختلفة